والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقات متعددة عن الموقف من الصحابة تحدثنا في الحلقة الأولى عن موقف القرآن الكريم والإسلام عموما من كل الناس تحدثنا عن ميزان العمل الصالح الذي لا يفرق بين نبي أو وصي أو ولي أو صحابي أو إنسان عادي هذا ميزان الله تعالى الإيمان بالله والعمل الصالح ولم يضع الله تعالى ميزانا خاصا حتى للأنبياء ولأني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم النبي إذا عصى الله فهو يخاف من العقاب والعذاب فكيف نعطي مثلا للصحابة أو لأهل البيت العصمة بأنهم كلهم عدود وكلهم معصومون وكل مهما ارتكبوا من ذنوب وأخطاء فهم مغفور لهم الله سبحانه وتعالى يسامحهم لماذا؟ لأنهم رأوا النبي وما من الأيام أو ساعة من الساعات أو لحظة من اللحظات أو سمعوا كلام فأصبحوا أصحاب النبي فهم مغفور لهم هذه النظرية قال بها المتشددون من أهل السنة أما المعتدلون وهم الجيل الأول من المعتزلة لم يكنوا يعرفون هذه النظرية حتى صحابة أنفسهم لم يكنوا يعرفون نظرية الإطلاق والتعميم والقول بعدالة جميع الصحابة القاتل المقتول كلهم في الجنة هذا شيء لم يكن معروفا وبالتالي حتى الأحاديث التي تأخذ منهم كان يتثبتون منها والخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمنع أبا هريرة من رواية الأحاديث عن النبي ويهدده بالضرب فلم يكن الصحابة جميعهم يعدلون جميع الصحابة إنما كانوا يميزون بين هذا وذاك واتهم بعضهم بعضا بالنفاق وبالكفر وبالكذا واقتتلوا فيما بينهم وتحاربوا ولم تكن حروبهم كلها في سبيل الله وقربة الله تعالى وإنما كان طالبا للدنيا هذا لا شك فيه تحدثنا أيضا في حلقة أخرى عن موقف السنة المتأخر ونعني بالسنة الحنابلة بالذات وأهل الحديث الذين تبنوا هذا الموقف بناء على أحاديث أموية انتشرت في الأهد الأموي ولم يقبل بها الآخرون في هذه الحلقة سوف نتحدث عن موقف الشيعة وهو بالحقيقة موقفين موقف أوائل الشيعة والمعتدلين من الشيعة حتى اليوم يعتقدون بحرمة الصحابة وتعظيمهم وخاصة الصالحين منهم وينتقدون بعض الصحابة وسوف نتحدث في حلقة أخرى إن شاء الله عن موقف المتطرفين من الشيعة والغلات وما يسمون بالروافظ اللي موقفهم متميز عن عامة الشيعة ولا بد أن يعرف الأخوة من أهل السنة أن ليس كل الشيعة على موقف واحد لا قديما ولا حديثا المواقف تختلف بناء على موقف كل إنسان رؤيته وموضعيته في قراءة التعليخ طبعا هناك بعض الشبهات التي تنتشر حول بعض الصحابة وتسبب مواقف سلبية منهم مثل أسطورة الاعتداء على السيدة فاطمة السهراء عليه السلام وبالتالي هذه تسبب جرح وأنا سوف أتحدث عن ذلك مفصلا وقد تحدثت عنه سابقا وكتبت عن ذلك في كتابي السنة والشيعة ووحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ الخلاف بين الشيعة والسنة حول التاريخ تحدث عن هذه القصة الأسطورية كيف نشأت وكيف تطورت وكيف انتشرت سوف نتحدث في حلقات أخرى إن شاء الله اليوم أحاول أن أستعرض ما موجود في التراث الشيائي والتراث الإسلامي العام من إشارات وكلمات ونصوص ومواقف تعبر عن الموقف المعتدل للشيعة الأوائل واللاحقين كما تعرفون هناك من يحرم الإساءة للصحابة أو إساءة الشبهات عليهم أو سبهم أو لعنهم أو ما شابه هناك بعض المتطرفين الغلات السبئية موجودين الآن مثل السبئي اللعان ياسر الحبيب هذا الشخص هذا فريق من الشيعة وليس عامة الشيعة والناس أموما مشغولون بهمومهم وأمور حياتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وليس لديهم وقت حتى يتحدثوا عن فلان أو فلان من الصحابة وإنما هذه دائما كانت قضايا يضخمها الحكام المتحاربون لأهداف معينة حتى يعبئوا جيوشهم ويكفرون الآخرين ويتهموهم بأنهم يسبون الصحابة حتى يؤلبوا الناس عليهم كما تفعل داعش مثلا ويشعلون الحرب بين المسلمين فلذلك على السنة أن ينتبهوا جيدا إلى وجود فرق عديدة في صفوف الشيعة وليس كلهم فرقة واحدة حتى لو قالوا هؤلاء مثلا إمامية إثنى عشرية ليسهم فرقة واحدة فيهم تيارات وفيهم جماعات مختلفة ونظرات مختلفة لا بد أن نتعرف نتعرف على عامة الناس هذا ليس عملهم ولا من عادتهم ولا دأبهم على ذلك عندهم موقف محترم ومحب للصحابة وخاصة الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنه فإذن موضوعنا اليوم عن الشيعة والموقف الإيجابي من الصحابة إذن فإن الفتنة الكبرى التي عصفت بالجيل الأول من المسلمين الثورة على عثمان وقتله ثم حرب الجمل حرب الصفين حرب النهروان والمشاكل التي أثيرت في تلك الأيام بما يسمى الفتنة الكبرى هذه الفتنة الكبرى أصفت أو فتحت الباب أمام عمليات نقد واسعة ضد عدد من الصحابة كما تعرفون يعني كل صحابك عنده أنصار وعنده أعداء فصار في خلاف وسب وشتم وحروب بينهم ضد عدد من الصحابة الذين قادوا الحروب والمعارك منذ حصار أثمان ابن عفوان رضي الله عنه وقتله مرورا بحرب الجمل وانتهاءا بحرب الصفين والنهروان النهروان أصحاب النهروان كفروا الإمام علي ولم يلعنوه فقط ولم يكن نقد الصحابة أو سبهم أو لعنهم أو تكفيرهم يقتصر على الشيعة الذين لم يكنوا كالتبلور وبعد كطائفة خاصة ما كان في شيء اسمه طائفة الشيعة المسلمين عموما وفي غالبيتهم كانوا شيعة الإمام شيعة الإمام الحاكم الإمام علي بن أبي طالب الشيعة يعني الأنصار الأتباع بهذا المعنى فلم تكن هناك طائفة خاصة لا رافضية ولا غير رافضية معروفة أن ذول الجماعة يسموهم شيعة وإنما كانوا لا يزالون حزبا سياسيا يوالي الإمام علي أو جماهير شعبية والي الإمام علي أو كانوا في فترة معينة يمثلون التيارة العام للمسلمين في عهد حكم الإمام علي ثم تشعب منهم الخوارج الذين انشقوا على الإمام علي وكفروه من شيعة الإمام علي هؤلاء أيضا قسم آخر اندمج في صفوف معاوية بعد تنازل الإمام الحسن عن الخلافة راح يصار في جيش معاوية وبما أن الشيعة في ذلك الوقت لن يكونوا يمتلكون أي نظرية سياسية خاصة بهم كنظرية الإمام الإلهي ما كانت معروفة عند الشيعة هذه التي ولدت فيما بعد لذلك فقد كان موقفهم من الشيخين الجليلين الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما موقفا إيجابيا وعاديا كموقف بقية المسلمين لما كانوا مشكلة مع أبي بكر وعمر المشكلة بدأت من أثمان ثورة على أثمان وقتلت أثمان وانشقاق الطلحة والزبير وعائشة في حرب الجمل في البصرة وكذلك معاوية وكانوا يكنون لهما الشيعة عموما يكنون لأبي بكر وعمر كل المحبة والتقدير بل وعمل بعض قادة الحزب الشيعي اللي كانوا معرفين الحزب قبل ما يتولى الإمام علي السلطة أنصار الإمام علي هؤلاء تولوا يعني أصبحوا ولاة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب مثل سلمان الفارسي الذي أصبح والي المدائن وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف وأثمان بن حنيف وحجر بن عدي وهاشم المرقال ومالك الأشتر هؤلاء كلهم كانوا ولاة لأمير بن الخطاب أمير الخطاب ما جاب عشيرته وحطهم على المسلمين وعندما استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي عليه السلام في الشخص لقتال الفرس بنفسه أن هو يروح يقود الجيش ويحارب الفرس قال له الإمام علي إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة وهو دين الله من الله والله منجز وعده وناصر جنده والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام وعزيزون بالاجتماع فكن قطباً أنت أبقى رمي يعني وسط المعركة فكن قطباً واستدر الرحى واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك نار العرب أو نار الحرب فإنك إن شخصت أي خرجت أنت دين صح هذه موجودة في نجة بالآخر هذه الخطبة أو الكلام هذا فإنك إن خرجت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها خليك باقي أنت في المدينة هذا من ناحية حتى يكون ما تدع ورائك من العورات أهم إليك مما بين يديك أنت راح تحارب بالجبهة وذول الناس قلت لهم كانوا مرتدين ويرجعون يرتدون مرة ثانية وينقلبوا عليك إن الأعاجم أن ينظروا إليك غداً يقولوا هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك يعني راح يركزون كل قواتهم حتى يقضون عليك وطمعهم فيك فقالا لا تروح أبقى أنت في المدينة شوفوا هاي النصيحة ما واحد مخلص ما عنده عداوة ويه صديقه وزميله وأخيه أمر بن خطاب ولذلك نصحه ونصيحة يعني راقية جداً وهي موجودة في نهاج بالآغة البعض يحاول سنأتي في الحلقة القادمة يحاول أن يفتعل الخلافات والصراعات والنزاعات حتى يحدث يعني شرخ بين أهل البيت والصحابة وهذا مصحح وهناك رواية أذكرها ابن قتيبة دي نوري ومصادر شيعية أخرى تؤكد هذا المعنى وتقول أن حجر بن عدي وعمر بن الحمق وعبد الله بن وهب الراسبي دخلوا على علي فسألوه عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما شن رأيك فيهم وقالوا بين لنا قولك فيهما وفي عثمان شن أنت موقفك ورأيك فقال علي وقد تفرغتم لهذا احنا الآن وين وانت وين احنا عدنا مشاكل معاصرة وعدنا حروب وانت جا تسألوني عن التاريخ ما في داعي أن نغوص بالتاريخ كثيرا كما يفعل بعض الناس اليوم يغوص بالتاريخ ويتخذ مواقف ويشارك في المعارك حتى يشارك بالمنامات يشارك بالمعارك مع هذا الفريق أو ذاك الفريق شوفوا المنطق الإمام علي أنه وقد تفرغتم لهذا الآن عدتكم أعداء محيطين بكم الآن الآن في هذا الوقت وإحنا نجي نبحث بالتاريخ أنا أبحث هذا الموضوع اليوم حتى نتجاوز التاريخ وحتى لا نغوص فيه كثيرا ولا نتقاتل علي ونقول ونقدم صورة أخرى صورة أخوية رائعة كانت بين الصحابة وأهل البيت بدون افتعال وبدون إثارة وهذه يقول المعالي خاطبهم هؤلاء الذين سألوه عن أي مكر وأمر وأثمان قالهم وهذه مصر قد افتتحت وشيعة فيها قد قتلت معاوية كان مقتحن مصر إني مخرج إليكم كتابا أنبيئكم فيه ما سألتموني عنه فقرأوه على شيعتي قال مدام تسألت راح أطلعكم بيان وروح أقروه على شيعتي على عامة الناس يعني فأخرج عليهم كتابا فيه سنشوف شنو فيه كتاب طويل يقول لهم فلما مضى كان يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ثم وصل لهذه النقطة فلما مضى تنازع المسلمون الأمر بعده فوالله ما كان يلقى في روعه في نفسه يعني ولا يخطر على بالي أنت العرب تعدل هذا الأمر عني كان يعتقد أنه المسلمين راح يجوني بايعوا إلي فما راعني إلا إقبال الناس على أبي بكر وإشفالهم عليه وراحوا بايعوا بكر فأمسكت يدي ورأيت أني أحق بمقام محمد في الناس ممن تولى الأمور علي فلبثت بذلك ما شاء الله فتفترة يعني حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام يدعون إلى محو دين محمد وملة إبراهيم عليهم السلام فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى في الإسلام ثلما وهدمى تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولاية أمركم التي إنما هي متاع أيام قلائل ثم يزول منها ما كان كما يزول السراب فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت معه في تلك الأحداث حتى زهق الباطل وكانت كلمة الله هي العليا وأن يرغم الكافرون فتولى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهدا فلما احتضر بعث إلى أمر فولاه فسمعنا وأطعنا وبايعنا وناصحنا فتولى تلك الأمور فكان مرضي السيرة ميمون النقيبة أيام حياته فلما احتضر قلت في نفسي ليس يصرف هذا الأمر عني فجعلها شورة وجعلني سادسة ستة إلى أن يقول ثم قالوا لي هلما فبايع فبايع أثمان وإلا جاهدناك فبايعت مستكرها وصبرت محتسبا وقال قائلهم إنك ابن أبي طالب على الأمر لحريص أنت تحب السلطة يعني فقلت لهم أنتم أحرص إلى أن يقول حتى إذا نقمتم على أثمان فقتلتموه ثم جئتموني تبايعونني فأبيت عليكم وأبيتم علي أنتم أصريت يعني فنازعتموني ودافعتموني ولم أمد يدي تمنعا عنكم ثم ازدحمتم علي حتى ظننت أن بعضكم قاتل بعضا وأنكم قاتلي وقلتم لا نجد غيرك ولا نرضى إلا بك فبايعنا لا نفترق عنك ولا نختلف فبايعتكم ودعوتم الناس إلى بيعتي فمن بايع طائعا قبلت منه ومن أبى تركته فأول من بايعني طلح والزبير ولو أبيا ما أكرهتهما كما لم أكره غيرهما فما لبثا إلا يسيرا حتى قيل لي قد خرجا إلى البصرة في جيش ما منهم رجل إلا وقد أعطاني الطاعة وسمح لي بالبيعة كانوا بيعيني ثم انقلبوا علي شقوا علي شوفوا الإمام كيف يستعرض القصة قصة تاريخية وراحت يعني ما هي جزء من الدين وجزء من الإسلام أحداث شخصية وانتهت وراحت هذا كان أولى ذاكم أو لا المهم انتهى الموضوع وعندما جدد الشيعة بيعتهم للإمام علي يعني الشيعة يعني جيش الإمام علي أصحاب الإمام علي وعندما جدد الشيعة بيعتهم للإمام علي بعد خروج الخوارج إلى حروراء والنهروان إجه الشيعة قالوا للإمام نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت فشرط لهم الإمام أن يوالوا من والى على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعاد من عاد على سنته فجاء ربيع بن أبي شداد الخثعمي وكان صاحب راية خثعم كان الجيش كل قبائل وراية خثعم اللي هي قبيلة هذا زعيم القبيلة صاحب الرائع مالتا في جيش الإمام أيام الجمل وصفين هو كان هذا حامل الرائع فقال له الإمام بايع على كتاب الله وسنة رسوله فقال ربيع وعلى سنة أبي بكر وأمر فقال له الإمام لو أن أبا بكر وأمر عمل بغير كتاب الله وسنة رسول الله لم يكن على شيء من الحق فأنا نفس الشيء عند أقول لك سنة الله كتاب الله وسنة رسول الله أنا على هذا الطريق وهم كانوا على نفس الطريق وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته التي بعث بها إلى أهل مصر مع قيس بن سعد ابن عبادة واليه على مصر هذا أول والي بعث إلى مصر أيضا دي أذكر التاريخ اللي صار تعرفون كانت فتنة بعد مقتل أثمان قال لهم فلما قضى رسول الله من ذلك ما عليه قبضه الله عز وجل صلى الله عليه ورحمته وبركاته ثم أن المسلمين استخلفوا به أميرين صالحين عملوا بالكتاب والسنة وأحسن السيرة ولم يعدوا لسنته يعني ما تجاوزوها ثم توفاهم الله عز وجل رضي الله عنهما وقال علي عليه السلام عن أخيه أمر بن الخطاب بالخصوص لقد قوم الأود الأوجاج يعني وداوى العمد وأقام السنة وخلف الفتنة يعني تركه وراءه ذهب ذهب نقي الثوب كليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه شوفوا كيف يمدح الإمام أمر بن الخطاب وتجلى هذا الموقف الإيجابي مو بس موقف الأمم علي هذا حتى أبناء أيضا وأحفاده وتجلى هذا الموقف الإيجابي من الشيخين أيضا في ثقافة أهل البيت عليهم السلام وخصوصا في دعاء الإمام السجاد علي بن حسين الذي يقول فيه وهذا موجود في الصحيفة السجادية اللهم وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكاتفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوه وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به وما كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بأروته وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته فلا تنسى لهم اللهم تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك يعني هم ضحوا وأنت الله أغفرهم وأرضى عنهم وقد روى الكليني هذا في الصحفة السجادية كما قلت لكم وقد روى الكليني في الروضة من الكافي والكليني هو يعني تقريبا مؤسس الفرقل جمع التراث الإمامي حتى ما نقول مؤسس جمع التراث الإمامي وفيه تطرف فيه كثير من أحاديث ولكن مع ذلك تجدون فيه أحاديث عن أهل البيت تخالف النظرية اللي هو كان دا يتبناها ولكن طبعا هم يأولوها تأويل يعني باطني مقلوب ولكن لو من نقرأ الحديث الصريح اللي لا أحد يشكك فيه ونأخذه حسب الظاهر ومن أخذ الروايات المضافة إليه سرا الرواية العلنية لإمام الصادق شوفوا موقف الإمام الصادق من أبي بكر وعمار رواء الكليني في الروضة من الكافي الروضة قسم من كتاب الكافي عن أبي بصير قال كنت جالسا أبي بصير هذا أيضا من شيوخ الإمامية يعني هو يقول كنت جالسا عندي أبي عبد الله عليه السلام يعني عندي الإمام الصادق إذ دخلت علينا أم خالد تستأذن عليه فقال أبو عبد الله قال لأبي بصير أي سرك أن تسمع كلامها قال فقلت نعم قال فأذن لها قال وأجلسني معه على الطنفسة على نفس الفراش أجلس أبو بصير جنبه قال ثم دخلت أم خالد فتكلمت فإذا امرأت بليغة فسألته عنهما جاء بقضية قاعد تسأل عليها فسألته عنهما أي عن أبي بكر وعمار رضي الله عنهما فقال لها توليهما أنت توليهما يعني يستحقون الولاء قالت فأقول لربي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما لأنه كان ذيك الأيام الغلاة والمتطرفين والروافض يجعون أفكار مضادة لهم وهاي جاء تسأل الإمام نفسه أنت أعطيني رأيك بالخصوص أسمع من عندك مو أسمع من الروايات الموضوعة والأحاديث الكاذبة والإشاعات لا أسمع منك أنت شنو موقفك من أي بكر وعمار فقال لها توليهما قالت فأقول لربي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما قال نعم أنا أقول ذلك طبعا الرواية نفسها فيها أنه بعد ما طلعت مثلا الإمام قال للفلان لا مو هي الشكل أدت روايات طبعا موجودة في هذا الموضوع خلنا أخذ رواية ظاهرية من اللي إما بدون روايات باطنية سرية انقلابية يعني تزور الحقائق وتقلبها وينقل كثير من المصادر السنية أن الإمام علي كان يقول لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمار إلا ضربته حد المفتري ما رأيتكم أنتوا تقولون هالكلام هذا لا تكذبون يعني حسنا الإمام علي من تواضع من كذا المهم هذه الرواية موجودة لماذا لا يرويها الشيعة لأن هذا التراث الموجود كتبه أناس مخصوصون بنظرية معينة اللي أعجبهم حطوا واللي ما أعجبهم ما حطوا رغم أنه بعض الأمور فلتت من عندهم حتى أن القاضي المعتزلي عبد الجبار الهمداني نقل في كتابه تثبيت النبوة عند كتاب اسمه تثبيت النبوة أن أبا القاسم نصر بن الصباح البلخي قال في كتاب النقض على ابن الراوندي أن سائلا أو إن سائلا سأل شريك بن عبد الله فقال له أيهما أفضل أبو بكر أو علي فقال له أبو بكر فقال له أبو بكر الأفضل فقال السائل تقول هذا وأنت شيعي فقال له نعم من لم يقل هذا فليس شيعيا شوفوا الشيعة في الجيل الأول ما عندهم مسألة كبيرة يعني هذه كلهم صحابه وكرام وأوائل صحابه والسابقون إلى الإيمان فما كان كثير يغوصوا في هذه الأشياء يفضل أبو بكر يفضل الإمام علي ليس قضية كبيرة عنده والله لقد رقى هذه الأعواد يعني ساعد على المنبر علي فقال هذا ينقل منه شريك ابن عبد الله فقال ألا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أو بكر ثم عمر وسواء نحن نقبلها الرواية أو ما نقبلها وسواء صحت هذه الرواية أم لم تصح وذلك لأن الشيعة أموما كان يعرفون تاريخيا بتفضيلهم الإمام علي يهو لفضل الإمام علي سموه شيعي فهذه الرواية شوية تتناقض مع هذا المعروف تاريخيا وقد يكون فريق من الشيعة كان أؤمن بذلك أيضا سواء نقبلنا هذه الرواية أو لم نقبل فإن من الثابت أن الشيعة في القرن الأول كانوا يحترمون الشيخين ويوكرونهما أشد توقير ولم تكن لهم مؤاخذات إلا على بعض الصحابة الذين حاربوا الإمام علي أو اختلفوا معه هذا وهذا ما يؤكده إمام أهل السنة في القرن الخامس الهجري إلا لكائي معروف واحد اسمه إلا لكائي يعتبر إمام أهل السنة في القرن الخامس الهجري حيث يروي في كتابه السنة يقول عن سند يعني إلى أن يسع إلى حريث بن أبي مطر قال سمعت سلمة يقول جالست المسيم ابن نجية الفزاري في هذا المسجد المسجد الكوفة يعني عشرين سنة جالست عشرين سنة وهذا وناسا من الشيعة كثيرا جالستهم أيضا فما سمعت أحدا منهم تكلم في أحد من أصحاب رسول الله إلا بخير وما كان الكلام إلا في علي وعثمان الفتنة اللي صارت الفتنة الكبرى أنه علي أو أثمان أو أثمان أخطأ أو لم يخطأ أو كذا لأدى لمقتل أثمان والحروب اللي تلت بعد ذلك حرب الجمل وصفين والنوروان فيقول الشيعة ما كان أجل كلام حول أبي بكر وعمار والناس أموما كانوا يخوضون في هذه المسائل في بين علي وعثمان أجل إن التاريخ يسجل أن الأجيال الأولى من الشيعة وخاصة في القرن الأول الهجري قالت هذا مكتوب في فرق الشيعي إنه بختي والمقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأسعر القمي عندما يذكرون تاريخ الفرق الشيعية وأقوالها يذكرون كلهم أنه متفقين على مسألة الأفضلية قالت إن علي كان أولى الناس بعد رسول الله لفضله وسابقته وعلمه ما يقولون في نص علي لا أنه هذا أفضل ذاك أفضل يعني هذه مسألة عادية وهو أفضل الناس كلهم بعده بعد رسول الله وأسجعهم وأورعهم وأزهدهم طيب وأجازوا مع ذلك الشيعة الأوائل الفرق الشيعية الأولى وأجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر وأمر وعدوهما أهلا لذلك المكان والمقام أيضا يعترفون بإمامة أبي بكر وأمر ما كان مشكلة لهم ما كان يعتقدون دولا غاصبين للخلافة وغاصبين لحق الإمامة لا هذا أولى من ذاك المهم هذا الناس بايعوا انتخبروا وكان خوش آدمي وخلص وذكروا أن علي سلم لهما الأمر الإمام هو بايعهم بعد أنه شليش نكون ملكيين أكثر من الملك كما يقولون وراضي بذلك وبايعهما طائعا غير مكره وترك حقه لهما إذا كان عندنا نسعى عليه مثلا فنحن راضون كما رضي المسلمون له ولمن بايع لا يحل لنا غير ذلك ولا يسع منا أحدا إلا ذلك أنه نحترم من كلهم وأن ولاية أبي بكر صارت رشدا وهدى لتسليم علي ورضاه سأل هو الإمامة علي قابل به لماذا أنت معارض وترفض وسأل حامي حمامك أكثر من أمام علي بينما قالت فرقة أخرى من الشيعة إن علي أفضل الناس لقرابته من رسول الله ولسابقته وعلمه ولكن كان جاعزا للناس أن يولوا عليهم غيره إذا كان الوالي الذي يولونه مجزئا هاي القضية تعود للناس الناس مخترقوا بكروا بايعوا فإذا هذا حقهم لأن أساسا الحكم بالشورى مو بالنص والتعيين والمسلمين ما سووا بشي انتخبئوا بكروا بايعوا خلص حتى لو كان هذا أفضل من ذاك في المسألة بالنسبة للسلطة بايعوا وانتهي المأمر أحب ذلك أو كرهه الآخر يعني فولاية الوالي الذي يولوا على أنفسهم برضا منهم رجد وهدى وطاعة لله عز وجل لأنهم كانوا يؤمنون بالشورى وما كانوا يعرفون النص في هذول الشيعة الأجيال الأولى وهذه الفرق الشيعية كانت تعتقد المسألة صارت يعني ديمقراطية انتخابها ثم انتخبوا وطاعته واجبة من الله عز وجل لأنه حاكم صار يعني بل معنى هذا ما كان يقوله الشيعة وهذا مكتوب في فرق الشيعة وقال قسم آخر منهم إن إمامة علي بن أبي طالب ثابتة في الوقت الذي دعا الناس وأظهر أمره ما كان في شيء اسمه نص لمن هو صار إمام صار إمام واجب الطاعة قبل ما كان عنده ولاية على الناس الولاية بالانتخاب والبيعة يصبح وعلي وشفته الإمام علي عندما يتحدث عن طالحة والزبير والذين خرجوا معه وهم بيعوني فإذن الشرعية تأتي من البيعة ويعني لأنه هؤلاء الشيعة الأوائل كانوا يعتقدون بالشورى والإمام علي من خلال كلامه أيضا وهناك نصوص أخرى كثيرة اللي أنا ما أرددتها كانوا يؤمن بالشورى أيضا وأن الحاكم يصبح شرعيا وحاكما بالشورى ثم كان في مشكلة مع بقية الصحابة المشكلة الكبرى التي نشأت بعد ذلك عندما اعتقد بعض الناس أو بعض الشيعة بأن الإمامة بالنصر وتعين من الله فصاردهم موقف طيب لماذا إذن هؤلاء أخذوا الخلافة وما أعطوا الإمام علي إذن فهم خالفوا النبي إذن فاختصبوا الحق إذن فكذا كذا كذا صار يطور أدهم خيالهم المريض ورحوا في اتجاه العنف ويأتخذ مواقف سلبية من أيو بكر وعمر بالخصوص وإن شاء الله سوف نبحث ذلك في الحلقات القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته